وفي ذات الإطار أكد رئيس مجلس إدارة شركة سالك معالي مطر الطير أن مسألة زيادة بوابات أو تعديل تعريفة سالك أمر من اختصاص المجلس التنفيذي للإمارة وأن هيئة الطرق والمواصلات يقتصر دورها في عمل الدراسات المرورية ورفعها للمجلس في الإطار التشريعي الذي يقرر زيادة بوابات أو تغيير التعريفة هو من اختصاص المجلس التنفيذي وهيئة الطرق فقط تعمل الدراسات المرورية أو المواصلات وغيرها وتعمل التوصيات اللازمة